السلام عليكم في هذا الفيديو سنرى إسقاطات الساكينة للمغرب بين 2014 و 2050 حسب منذ يسامي للتخطيب الذي تقول لسكان المغرب راديو ليو 43.6 مليون نسامة بذل 33.8 مليون لتسجلات في 2014 وهذا يعني زيادة ب 772 ألف نسامة يعني مثل عدد سكان مدينة سفرو كل عام يبقى يتزايده في الساكينة للمغرب هذا متوسط زيادة سانوية ويكون تطور ديمغرافي بالأساس في المدن ويزهد تطور الهجرة وتمدن بعد المجالات القاربية حيث يوصل عدد سكان المدن إلى 32.1 مليون نسامة في 2050 وغدا يتعرف ساكنة المجال قاربية الخيفات طفيف اللي غادي يتراجع من 13 مليون فاصلة 4 إلى 11 مليون فاصلة 5 مليون نسامة بحلول 2050 سنة 2050 وكتقول الدراسة باللي غا يكون واحدة الخيفات تدريجي في عدد الشباب خاصة الفئة الأقل من 15 سنة وذلك بتراجع المفترض في نسبة الخصوبة كما كتتوقع الدراسة زيادة في الساكينة الناشطة اللي تتراوح ما بين 15 و 59 سنة اللي غا تولي 25.6 مليون نسامة أما الفئة العمر ياما بين 18 و 24 وهي اللي كتولي الوافد الجديد للسوق الشغل فغاد رفع هتعرف واحد الارتفاع اللي غا يوصل الى 5.4 مليون نسامة في 2032 وغا تعود تهبط في 2050 وغا تولي 3.8 مليون نسامة في 2050 والفئة العمرية اللي من 60 فما أكثر غادي يتضاعف ثلاثة المرات باش توصل لعشرة المليون فاصلة 1 مليون نسامة وقد تحدد دراسة عن تضاعف عدد الأسر بزيادة 177 ألف أسرة كل سنة حيث تولي 13.7 مليون أسرة في 2050 ولكن بالرغم الزيادة دير هذه الأسر إلا أن عدد الأشخاص اللي كتكون الأسرة غا يعرف انخفاض ملموس وغا يولي 3 فاصلة جوج شخص الأسرة بدل 4.6 ترجمة نانسي قنقر